يبدو أن قرار المحكمة الصهيونية الذي أعطى جيش الاحتلال مهلة أسبوعا لهدم قرية الخان الأحمر شمالي القدس وإخلاء سكانها البدوى الفلسطينيين أغلق ملف هذه القضية التي بقيت زمنا طويلا في أروقة محاكم الاحتلال المختلفة القضاء الصهيوني شكل في أكثر من مناسبة غطاء لممارسات الاحتلال وجرائمه ضد الفلسطينيين سواء فيما يتعلق بمصادرة الأراضي والاستيطان أو من خلال تشريع قوانين وإصدار قرارات تشرع الاعتقال هيئة الجدار والاستيطان أكدتنا رفض الالتماس الذي قدمه محامو والهيئة أعطى جيش الاحتلال صلاحية البدء بتنفيذ قرار هدم وإخلاء الخان الأحمر ومنع الفلسطينيين من العودة والسكان مرة أخرى الهيئة أكدت أن قرار محكمة الاحتلال سياسي بحت كونه يعد مقدمة لعزل القدس عن الضفة فيما دعت الهيئة كافة أبناء الشعب الفلسطيني إلى الاعتصام ودعم صمود الأهالي ضمن برنامج قالت إنها ستعلنه لاحقا القرار الصهيوني واجه رفضا واسعا من جميع الجهات الفلسطينية حيث اعتبرت منظمة التحرير الفلسطيني القرار بمثابة جريمة حرب وانتهاك للقانون الدولي الإنساني ولكل الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلاة فيما حذرت حكومة الاحتلال من المساس بقرية الخان الأحمر أو تهجير سكانها وزير الأمن الصهيوني فيكتور ليبرمان شكر المحكمة على قرارها برفض السئناف تجمع سكان الخان الأحمر مشيرا إلى أن هذا القرار مطلوب لمواجهة ما سماه بالهجمة التي يشنها الرئيس الفلسطيني محمود عباس واليسار الصهيوني ودول الاتحاد الأوروبي الاهتمام الصهيوني بمنطقة الخان الأحمر يوضح الأهمية الجغرافية للمنطقة الواقعة على بعد بضعة كيلومترات فقط من مركز مدينة القدس المحتلة فضلا عن أهميتها تاريخيا بقربها من مقام النبي موسى الذي يعود إلى حقبة إسلامية قديمة هذه دولة مجرمية أنتم مجرمين حرب ترجمة نانسي قنقر